لا يبدو ملف التعز وراء انعقاد جولة استئنافية ثالثة من مفاوضات عمان التي تحمل اسمه وتتمحور حوله شعارات انعقادها فالبند المرحل إلى أجل غير مسمى منذ بدء الهدنة لا تزال ماليشي الحوثي ترفض أي نقاش بخصوصه وكل مقترحات المبعوث الأممي ذات العلاقة بتخفيف الحصار عن تعز وبعد فشل جولتين سابقتين من مفاوضات تعز جاءت تأكيدات المبعوث هانس جوندبرغ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن عن رفض الحوثيين لكل مقترحاته عن طرقات تعز وتأسفه من عدم نجاحه في ذلك ليكشف عن تكتيك جديد يتجاوز به عقدة تعز إذ يحرس المبعوث الأممي على تمرين مقترح الهدنة الموسعة كتعويض من عقدة الفشل هذه وبالقفز على أوجاع المدينة المحاصرة للسنة الثامنة ولم يتلقى فريق المفاوضين في الوفد الحكومي المعني بمشاورات طرقات تعز أي إشعار من المبعوث الأممي بحضور جلسات الجولة الثالثة من المفاوضات وفق تصريحات رئيس الوفد المفاوض أما بحضور اللجنتين العسكريتين عن طرفي الحكومة ومليشيات الحوثي فإن الجولة الثالثة من مفاوضات عمان ليست إلا الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكري المشتركة التي لا يندرج ملف تعز الإنساني ضمن اختصاصاتها وتختص هذه اللجنة العسكرية بتقييم خروقات الهدنة وخفض التصعيد على المستوى العملياتي بما يمهد لنجاح مقترح المبعوث في فرض هدنة موسعة لستة أشهر قادمة يجني فيها الحوثيون والمبعوث مزيدا من العسل وتحصيد تعز حقولا من العلقم والجمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة